تواصل مصر جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يأتي ذلك في ظل سعي الجانب الإسرائيلي لإثارة العديد من المغالطات بشأن موقف مصر وهو ما تصدت له القاهرة حيث أكدت ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفع ومحور فلاديلفيا جهود مصرية مكثفة تقوم بها القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة ورغم العراقيل التي تضعها إسرائيل في المقام الأول في طريق تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار آلت مصر على نفسها مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواصلة جهودها في ملف الوساطة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الموقف المصري منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحا لا لبس فيه ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته وخلال الفترة الأخيرة سعى الجانب الإسرائيلي إلى إثارة العديد من المغالطات بشأن موقف مصر وهو ما تصدت له القاهرة بكشف زيف هذه للدعاءات وأكدت على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور بلاد ليفيا مطالبة سلطة الاحتلال بإبداء الإرادة السياسية لتحقيق وقف إطلاق النار مصر أدانت أكثر من مرة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك استهداف المدنيين واستخدام التجويع ضد الشعب الفلسطيني ورفض تشغيل معابرها إلى القطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات وطالبت المجتمع الدولي بأن يطلع بجهوده لوقف الاعتداءات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وأمنة ودون عوائق ومن جديد يعود وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين إلى القاهرة لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل أكدت أنها تتعاون مع الشركاء الدوليين خاصة مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق ملزم لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرة والمحتجزين وحقن دماء المدنيين الأبرياء وفي الداخل الإسرائيلي لا تزال الأصوات تتعالى مطالبة نتنياهو بإنجاز صفقة وإطلاق صراح المحتجزين معتبرين أن التأخر يأتي لأغراض سياسية شخصية تضر بصالح الإسرائيليين أنفسهم لا يختلف اثنان على أن تحقيق السلام يحتاج إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتجنيب المنطقة مزيدا من التداعيات لهذا العدوان الإسرائيلي اشتركوا في القناة